هنروح لآخر خبر معنا وهو الكاراتيه واحدة العلعاب المميزة جدا في مصر ومصر تحصد لقب مونديال الكاراتيه التقليدي منتخبنا الوطني الاول الكاراتيه التقليدي اتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة في بطولة كأس العالم والتي تلعبت منذ ايام في اوسباكستان وجيه في المركز الاول منتخبنا الوطني مصر جات في صدارة الترتيب العالمي برصيدة 20 ميداليا 8 دهب و7 فضة و5 برونز 1000 مليون مبروك البطولة شارك فيها 640 لعب ولعبة مثلوا 10 دول من مختلف دول العالم وجات المديليات الزهبية عن طريق كل من روامي عبدالفتاح وقلاء عماد ومحمد عشري وتسنيم وليد واسلام احمد وملك هشام وعبدالرحمن يسري واهداء موسى اما المديليات الفضية فكانت مناصيب كل من اسلام حلمي وآية علي وبسملة احمد ويوسف عبدالعاطي وتسنيم وليد ومعاس طارق وسيد وريتاج عصام ومعاس طارق سيد وريتاج عصام نقول الاسماء مظبوطة لان دول ابطال وجات المديليات البرونزية عن طريق كل من صلاح سعيد وعبيب شريف وبسملة هاني وحنين محمود ومعاس وليد 1000 مليون مبروك للكراتياء المصري اللي مشرفنا في كل مكان كده يكون خلصت اخبارنا جوا النادي الاهلي وخارجة